شارك مع السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى في الجلسة المغلقة للمؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية بالقاهرة برئاسة مع السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي وجاءت الجلسة المغلقة لرؤساء البرلمانات العربية من أجل إقرار مشروع وثيقة أعدها البرلمان العربي بعنوان رؤية برلمانية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي والتي صدرت عن المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية وسيتم رفعها إلى القمة العربية الثالثة والثلاثين التي ستعقد بمملكة البحرين في السادس عشر من شهر مايو المقبل من جنبه أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تول اهتماما بالغا بمجال تقنية المعلومات والتطورات الرقمية والتكنولوجية وتمتلك منظومة من التشريعات والقوانين المتطورة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وأشار معالي في كلمته أمام المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى أن مملكة البحرين مستمرة في البناء على ما تحقق من منجزات وتخطو خطوات متقدمة على صعيد تطوير قطاع تقنية المعلومات مهنئا معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بالتكريم والاحتفاء العربية رفيعة إن موضوع هذا المؤتمر هام ومحوري ويعطي بعد جديد للتعاون العربي وهو البعل البرلماني في تحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي حيث تقع علينا مسؤولية وضع مجموعة من المبادئ التي يمكن أن يعتمد عليها أو تعتمد عليها عملية صنع القرار فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي كل ذلك يتطلب تشكيل مجموعات عمل مؤلفة من خبراء الذكاء الاصطناعي وقادة الأعمال وأصحاب المصحة الرئيسيين لمساعدة البرلمانيين على وضع السياسات الخاصة بكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وتنظيمه بما في ذلك تحديد حالات الاستخدام التجاري والحكومي لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتعيين الأدوار والمسؤوليات وتفعيل المسائلة والحفاظ على الخصوصية والأمن أصحاب المعالي إن موضوع الذكاء الاصطناعي واستخداماته المتعددة يحظى باهتمام برلماني عربي ودولي إلا أننا ننتهز هذا التجمع العربي المهم للتأكيد على تضامننا ودعمنا التام إلى القضايا العربية المشتركة ترجمة نانسي قنقر